دكتور مين الأشخاص اللي هم الأقرب للانتحار؟ دول بيبقوا السيدات الرجال كبار الصغيرين اللي بيشتغلوا اللي بيشتغلوا متجوزين المنفصبين اللي مش متجوزوش خالص مين؟ تمام يعني لقوا أنه الستات يهددوا كتير بالانتحار وبيعملوا محاولات لكن اللي بيعمل الانتحار الحقيقي أكتر في الرجالة وإحنا اللي بنفس النسبة كبيرة شفت يا دكتور؟ آه يعني أكتر من أربعة الواحد وفي بعض الدول عشرة الواحد يعني كل واحدة ستة تنتحر وصدها أربعة أو عشرة عشان هي الأدرة على التحدي والمواجهة فما بتحتكش أنها تنتحر أدرة لا يعني بس تهديدات الستات أكتر لأنه ده بيبقى نوع من استصارة التعاطف استصارة المشاعر استصارة التعاطف استصارة الاهتمام يعني نوع برضو ساعات يبقى فيه نوع من الانتحار الدرامي شوية إنها بتتحطي في موقف كده يبقى درامي ولطيف يعني فلكن اللي بينفذه أكتر رجالة وديه في كل المجتمعات بالمناسبة السيدات أكثر تحمل لمسؤولياتها عشان كده بتهربش وتنتحر هو فيه صفات كتير في السيدات بيخلوهم ممكن ما ينتحرش من الماء هي أكثر مرونة عندها برضو بنسميه الملتبل أتنشن أو الانتباه المتعدد تبقى شايفة المشكلة شايفة لها أوجه كتير قوي ما بتدخلش في طريق مسدود زي الراجل الراجل بيبقى عنده يعني شوية وان تراك مايندد كده آه فاشل أحاجة بيخص أنه خلاص الدنيا كلها ده في السيدة بتبقى شايفة مئة ألف حال عشان كده نقول للرجالة استفيدوا من السيدات في أن هما يوروكوا جوانب أخرى لحل المشكلة ساعات الزوج يبقى شايف كده خلاص الدنيا تقفل يتخلصوا ما عادش فيه فايدة لو قعد بس مع امراضه شوية وكلمه كده شوية هتقول له لا 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 ما تخافش هتحل لها مش هتقول له هتحل لها والله بالضبط هتتحل والله انت شايل الهم ليه هتتحل بذات السيدة المصرية سيدة المصرية متعودة بقى على إيه أنها بتتحمل المسؤوليات كتير وعليها أعباء كتير فبتبقى دايما عندها رؤية قالة ده فيه مخرج من هنا ده فيه باب من هنا ده فيه سكة من هنا فده في الستات فعلا موجودة المرونة العقلية وتعددية الانتباه شايفة كذا حاجة يعني لو فيه راجل وست دخلوا مكان اسأل الراجل بعد عشر دقايق عن تفاصيل المكان واسأل الست عن تفاصيل المكان وانت عارف بقى يعني انت عناصفهم جدا حتى في موضوع الانتحار ده وقع ده وقع هم بيزوق الرجال ينتحروا وهم يحاولوا بس بالمناسبة لحتى اللي بيموتوا على مستوى بقى العالم كله كل حالة انتحار وصدها خمسة وعشرين محاولة يا الله يعني اللي بيحاولوا اكتر بكتير من بتبقى محاولات حقيقية يا دكتور ولا محاولات لبعضهم يكون استدرار العطف او جذب الانتباه بعضهم للهروب من العقاب مثلا او ان هو شخص يكون ارتكب جريمة ولكن للهروب من العقاب قد يعامل نفسه على انه منتحر فيشوف عقاب اقل كأنه مختل نفسيا او بحيث ان هو لا يعاقب او لا يحسب على جريمته بيكونوا منتحرين فعلا ولا مش شوفي يعني هو فيه اسباب كتير اوي لمحاولات الانتحار منها محاولة جذب التعاطف منها ساعات الابتزاز العاطفي صحيح انو يحط الناس اللي حواليه كده في الاحساس بالزنب بقى وياخد منهم اللي هو عايزه او تاخد منهم اللي هي عايزه موسيقى